في هذا الكلاس يتكلم عن calculus إزاي أهقدر أدفرنشيات أو لما يقول لي فيين دي وي دي اكس أو أجيب الي داش دي أول حاجة وعكما نقول بنستعمل هذا الكالكاليس دا في أي أصل تمام؟ ماشي عشان أدفرنشيات أي إكوائشن لازم الأول أتأكد أن هي فولي فاكترائيز يعني مثلا في الأكزامبل دا هي مش فولي فاكترائيز ولازم أعمل لها فاكترائيز فأيت x power 3 أجيب كل ترم من فوق أعمله أعمله over x plus 3 over x فهتبقى كده 8x squared plus 14x plus 3x power negative 1 الستابل اللي بعديها إن أنا بعمل ركزه في الحتة دي أوي بعمل الpower times coefficient بعد كده أسبتراكت الpower by 1 يعني هنا في الكيس دي هتبقى 16x 2 times 8 by 16 وبعد كده بعمل 2 minus 1 اللي هي x power 1 اللي هي هي x بعد كده هنا plus d power 1 هعمله times 14 فهتبقى 14x ولما بيبقى عندي x بس مش بعرف أسبتراكت الpower by 1 فبشيل الأكس كلها فالدي هتبقى 14 بس آخر واحدة negative 1 times 3 negative 1 times 3 هتبقى negative 3x بعد كده negative 1 minus 1 تبقى negative 2 تمام؟ يبقى كده في حكتين بفاكترايز الأول بعكها الpower times coefficient بعكها الpower minus 1 ماشي هنا اجزامبل تاني عشان لو حد ما كانش فاهم قوي هنا دي كده x power 5 عملت الpower times coefficient اللي هو هنا ب 1 بعكها subtracted the power by 1 فبعت 5x power 4 plus 7x squared بعمل الpower low squared times the coefficient هتبقى 14x 3x قلنا لما يبقى في x بشيل الأكس وبتنزل زي مائة فبقت plus 3 نزلت زي مائة وال5 لما يبقى عندي term من غير x خالص بيتشغل اوكي اخر اجزامبل هنا الاجزامبل ده رغم شوية ليه؟ عشان الاكويشن انا مقدرش عمل لها differentiate على طول عشان انا معرفش مقاسي عن term زي root x ده بعمله differentiate ازاي فالاول بكتب y الاول وروت x بكتبها x power half 14x squared تنزل زي مائة عشان دي اقدر اعملها differentiation 1 over x power 3 لا اطلع ال x power 3 دي فوق بالnegative power فبقت كده بعد كده اقدر اعمل بقى d differentiation فهكتب y dash بعد كده half x half times 1 فهتبقى half x half minus 1 تبقى negative half بعدها 2 times 14 بقت 28x ال power subtracted by 1 فبقى d x power 1 ماشي negative 3x اعملت negative 3 times 1 بقت negative 3x وعملت negative 3 minus 1 بقت negative 4 طيب كده خلصنا اول حتة ان انا ازاي بعمل calculus او ازاي بديفرانشيات نيجي بقى التاني حتة ان انا بستخدم calculus دي في اي اصر calculus ممكن تعرفني ال gradient بتاع اي point على الكيروز يعني مثلا لو جي قال لي find the gradient at the point where x equal to اللي هي تريبا ال point الحمره دي ماشي عايز يعرف ال gradient عندها بكامل فبعمل ايه بجيب ال derivative equation ال derivative equation اللي هي اكني بجيب ال dy by dx يعني مثلا لو الكيرف ده دي الاكوشن متاعته اول حاجة بعملها ان انا بجيب ال derivative equation لانا زي ما كنت بعمل فوق بجيب ال dy by dx فالكيرف ده هيبقى 4x plus 3 التاني حاجة بعملها ايه ان انا بمسك ال x co-ordinates بتاعت ال point اللي هو عايز نجيب ال gradient عندها يعني هو عايز يجيب ال gradient عند point two five بمسك ال x co-ordinates بس مانيش اي علاقة بال five بمسك ال x اللي هي بتو وحطها في ال derivative equation تطلع ال gradient بكامل فهتبقى 4 times 2 plus 3 اللي هي تبقى 11 يبقى ال gradient عند point where x equal to في ال point d كان ب11 طيب يبقى انا عندي كده two equations اول equation اللي هي ال original تاني equation اللي هي ال derivative ايه ال derivative دي اللي هي dy by dx او ال y dash تمام ماشي ال y dash دي زي ما انا لسه عال فوق لما بتدخل لها x co-ordinates بتاعت اي point بتطلع لك ال gradient عند ال point ده اول عكس لو دخلت لها gradient قلتلك مثلا تطلع لي ال x co-ordinates بتاعت ال point where the gradient was 3 تعرف تعملها هتحط ال equation equal 3 وتطلع ال x co-ordinates ماشي ال original equation بقى لما بتدخل لها اي x co-ordinates بتطلع لك ال y co-ordinates بتاعت ال point d نفس الكلام العكس برضو لو دخلت لها y بتطلع لك ال x co-ordinates بتاعتها هنا سؤال بيقول لي find dy by dx for this curve فعمل اي ال power times the coefficient فبقت 8x اسبتراكت ال power by 1 فبقت 8x power 1 اللي هي 8x بس ماشي 4x قلت لما رقم يبقى جنبه x بس بتشيل ال x وتنزل ال 4 و لما يبقى رقم يبقى الواحده تزال 1 ما بينزلشه خالص بيتشال ماشي معكابي يقول لي find the gradient of the curve at the point where x equal 0 زي ما قلنا هنا عايز gradient يبقى هدخل x في ال derivative equation تطلع لجريدينت ماشي هدخل x في ال derivative equation اللي هي الاكواشن دي بقت 8x0 plus 4 تطلع لجريدينت اللي هو يبقى جريدينت هنا before طيب نيجي بقى للحطة دي عشان دي مهمة بيجي عليها اسئلة كتير اللي هي ايه الحاجة ال special في ال turning point عن اي point تانية في الكروف ان دايما ال gradient عند ال point دي بيبقى ب zero يعني انا هنا عندي اتنين turning point اول واحدة عند x equal negative 1 تانية واحدة عند x equal 3 ايه ال special عندهم ان ال gradient عندهم بيبقى equal zero يعني ايه gradient equal zero يعني يمكنني بقول ان ال y' بتاعتها بتبقى equal zero ليه؟ عشان ال gradient هي 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 هقولنا ال y' derivative equation ازاي بقى بستعملها هنشوفها في اسئلة دلوقتي ماشي السؤال ده لمم كل حاجة في الكالكليس وممكن يبقى من اصعب الاسئلة اللي هتيجي فانت لو عرفت تحبل السؤال ده يبقى انت حلوس تمام فاهم كل حاجة كايس ممكن تعمل pause تجرب تحله و... لو معرفتش تكمل معايا هنا ماشي فاند dy by dx and use your answer get dy by dx and use your answer to find the co-ordinance of the turning point ماشي اول حاجة زبطت ال equation يعني هي كات 4x squared plus 1 over x خليت 1 over x دي بx power negative 1 بعدها جبت ال y' اللي هي ب8x minus x power negative 2 ماشي هو عايز ال co-ordinance وقال لي بتاعت الترنينج بوينت يعني ايه co-ordinance بتاع الترنينج بوينت انا عندي ان ال y-dash بزيرو عندي ايه جبن تانية لا فعمش على جبنز اللي هو مديها لي ماشي فقلت ان ال y-dash اللي هي دي بزيرو فهتبقى 8x minus x power negative 2 equal 0 بعد كده مشان اقدر اطلع منها ال x-coordinance فهتطلع ال x-coordinance وديت دي الناحة التانية بعد كده x power negative 2 خليتها 1 over x squared هي هيها بالزبط عشان ليه عملت كده؟ عشان اقدر اودي دي الناحة التانية بالتايمس فهتبقى 8x power 3 equal 1 بعد كده x هتبقى اودي ال 8 بالdivided فهتبقى 1 over 8 بعد كده هاودي ال root الناحة التانية كيوبك root فطلعتلي ال x بهاف بعد ما طلعت ال x بهاف مش هو عايز ال coordinance يعني y و x وانا عندي في الماجيك بوكسس فوق اللي احنا قرنا عليهم ال derivative equation انا هنا دخلت لها gradient 0 اللي هي turning point طلعت منها x بعدها ال x اللي انا طلعتها اللي هي بهاف هحطها في original equation تطلع لي y تمام كده؟ فهنا هحط ال x اللي انا لسه مطلعها اللي هي بهاف في original equation اللي هي دي تطلع لي y تطلع لي y حطتها بهاف طلعتلي y ب 3 فبقت ال coordinance بتاعت ال turning point ب 1 over 2 و 3 طيب اخر حتة في ال calculs و دي حطة سهلة قوي حتى ما بيجيش عليها اسئلة كتير عشان هي سهلة يعني لو مديني equation لل distance وعملت لها differentiation تطلع لي equation لل speed لو عملت ال equation ال speed تطلع لي equation لل acceleration تمام كده يعني هنا مثلا بيقول لي ان ال displacement اللي هي x meters وفي رغية كتير في السؤال بيقول لي ان هي is given by the equation x equal t power 3 plus 3 t squared minus 9 t بيقول لي فاين the velocity عشان اجيب ال velocity هعمل differentiation لل equation بتاعت ال distance فاذا اعمل differentiation لدي هتبقى 3 t squared plus 6 t minus 9 وان power times the coefficient بيعكيها بsubtract ال power by 1 كيها تطلعت equation لل velocity اوكي السؤال اللي تحتيه بيقول لي find the acceleration when v equal zero ماشي v equal zero يبقى احط مكان ال v zero فهتبقى 3 t squared plus 6 t minus 9 equal zero بعد كيها اطلع ال time هعمل كوادراتك على ال calculator هتطلع لي t مرة ب negative 3 و t 1 t negative 3 لجاكتت عشان ما فيش time بال negative ماشي كيها تطلعت ال t1 هو كان عايز اي اصرم في السؤال كان عايز ال acceleration ماشي هل انا عندي equation لل acceleration لا لسه مطلعتهاش هتطلعها ازاي بان انا هعمل differentiation لل equation بتاعت ال speed اللي هي هوا اراد مدهاني اولا انا جبتا فهتبقى 3 t squared plus 6 t minus 9 هعمل لها differentiation فهتبقى ال acceleration ب 6 t plus 6 هو عايز one time equal one اللي هو لما كانت v بزير و احنا لسه نطلعينها فهحط مكانة t1 هتبقى 6 plus 6 اللي هي تبقى equal 12 12 كده خلصنا الكالكليف ممكن ركاب سريع كده في دقيقة على اللي قلناه احنا قلنا ماشي quick recap كده على اللي احنا قلناه قلنا عشان to differentiate اي equation لازم تتأكد الاول ان هي factorized ليه عشان تبقى اسهلك في ال differentiation بعد كاب بت multiply power في ال coefficient بعد كاب بت minus power by one دي اول حاجة قلناها بعد كاب قلنا بنستعملها في ايه بنستعملها في ان احنا بنجيب ال gradient من على الكيرف اي point على الكيرف تقدر تطلع منها ال gradient using ال x coordinates بس ال y مالهاش لازمه بتعمل ايه بتحط ال x في ال derivative equation تطلع لك gradient لو هو مديك gradient تحطها في ال derivative equation تطلع لك x ماشي لو قالك انها turning point turning point يبقى دايماً ال gradient عندها ب zero اوكي بس اخر حاجة قلناها اللي احنا لسه قلناها دلوقتي بتعطي ال application بتعطي ال equation تطلع equation لل speed لو عملت ال speedy differentiation تاني هتطلع equation لل acceleration ودول دايماً بيبقوا in terms of time بس كرح روسنا